في سبيل تطوير علاقات الصداقة البلجيكية المغربية تم بمدينة بروكسيل الافتتاح الرسمي للجمعية البلجيكية أصدقاء المغرب وذلك بحضور سفير المغرب ببلجيكا وشخصيات وازنة من سياسيين واقتصاديين وأكاديميين وصحفيين حدث هذا المساء يتعلق بالأمسية الرسمية لإطلاق جمعية أصدقاء المغرب جمعية رأت النور أساسا لأن بلجيكا تحتضن أكبر تواجد للمغاربة خارج المغرب ولكن وبالإضافة لهذا التواجد المهم أنا أعتقد أن المغرب يلعب دورا مهما جدا على مستوى الاقتصاد الدولي وهو يتموقع حقا كحلقة وصل بين أوروبا والقارة الإفريقية المبادرة التي تجمع 150 من الشخصيات البلجيكية والمغربية البلجيكية من عالم السياسة والثقافة والأعمال والإعلام أطلقت خلال حفل عشاء بهيج في نادي لورين للأعمال الغنية عن التعريف حفل أجمع كل الحاضرين فيه على تفرد هذه التجربة الأولى من نوعها في بلجيكا والقارة الأوروبية والتي تهدف إلى إذكاء روح التعاون بين الفاعلين المغاربة والبلجيكيين في سبيل تثمين العلاقات الممتازة بين البلدين لقد أخذنا زمام هذه المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها في أوروبا بخلق هذه الجمعية المكونة من أشخاص تجمعهم الرغبة في التفكير والنقاش حول التحديات المشتركة بين بلجيكا والمغرب أشخاص يعملون معا في ظل الصداقة البلجيكية المغربية القوية أنا أعتقد أولا أن المغرب وبلجيكا بلدان تجمعهما علاقة صداقة قوية ونحن نقوم بكل ما يلزم من أجل تعزيز التعاون شمال جنوب هذا بالإضافة إلى أن المغرب صار يلعب دورا حيويا في القارة الإفريقية وهذا يجعل منه بالنسبة لنا شريكا أساسيا في تطوير العلاقات مع إفريقيا برمتها على مستوى بلجيكا والاتحاد الأوروبي هذه البادرة التي حظيت بالتشجيع والتنويه من طرف كل المشاركين في حفل الافتتاح تهدف أيضا إلى تعزيز ودعم دور المغرب في تحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية كما تهدف إلى العمل على نشر ثقافة المبادرة بالإضافة إلى تقوية الروابط التي تجمع بين بلجيكا والمملكة المغربية خاصة على المستوى الفكري والاقتصادي والثقافي